السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة وكل ليلة اللهم ارزقنا بركة هذه الليلة واجعلنا من أحبابك المقربين اللهم استجب دعاءنا في هذه الليلة وارزقنا ليلة القدر يا كريم هنا المدرسة الربانية وهذا برنامج رمضان هدى وشفاء في التفسير الموضوعي لسورة آل عمران واقفون مع موضوع أحباب الله اللهم اجعلنا منه وصلنا إلى النوع السابع من أحباب الله قال الله عز وجل وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين القسط هو أقصى وأدق العدل أقصى وأدق العدل يسمى القسط القسط العدل أيها الإخوة مش قضية العدل في المحكمة بين المتخصمين ده قضية العدل فيك في شخصك في حياتك في أقوالك العدل في أقوالك العدل في أفعالك العدل في أحكامك على الناس وأحكامك على الأفعال والأقوال العدل في حياتك كان لنا وأنصحكم بمراجعته بمراجعته فانه مهم في مدارج السالكين في حلقات مدارج السالكين ليبتذع كل يوم سبت على قناة الرحمة ارجو انكم تتراجعوها مجموعة حلقات عن الاشكالية المعاصرة في التنازع والتوازن في حياة المسلم ان التنازع والتوازن في حق امي وحق مراتي ان حق الاولاد وحقي انا شخصيا في نفسي مسائل الشخصية يعني كان الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه رحمة وسعه ويغفر له ويعفو عنه ويجعله من اهل الجنة الدكتور مصطفى محمود كان له كتاب باسمه عصر كرود اتكلم فيه في نقطة زيارة كده بيكلم فيها بموضوع الحب يعني يبدو ان كان بيكلم في اشكال واقعين ان يعني زوجتي عشان بتحبني وعشان انا بيحبها يبقى خلاص انا مليش خصوصيات تتطلع على كل حاجة وتعرف كل حاجة واقول لها كل حاجة وتتحكم في كل حاجة او حب ايه ده بقى كان بيتكلم فيه المهم يعني اقصد ايه العدل بقى القصط هنا ايه زوجتي لها ايه حدودها فين العدل العدل القصط القصط في اني اقدر فعلا اعرفين قصة سيدنا سلمان الفارسي ده كان اصل معانا في الموضوع ده مع ابو الدرداء رضي الله عنه لما سيدنا سلمان قال لي سيدنا ابو الدرداء ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه ده ابتلاع عظيم جدا وخطير جدا انك تقدر تأدي الحقوق صح العدل بقى بالعدل انك تقدر توازن بين حقك انت في النوم وحق ولادك انك تقعد معهم حقك انت في انك انت ترتاح وحقهم انك تجري حلاك لعيشك التوازن ده بين التنازع وخصوصا في زماننا زماننا التنازع ده كده بيقطعك تمزيق بين هعمل ايه فوصة ده كله الشرح ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان والميزان فاربنا سبحانه وتعالى جعل كل حاجة لها ميزان لها ميزان شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم لما سيدة عائشة حد سألها ايه اعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نام مرة في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قوم فقلت الى اين يا رسول الله قال ذريني يا عائشة ذريني اتعبد لربي يبقى هنا اقول ايه افهمها انت صح بقا افهمها انت صح ازاي تقدر تعيش في حياتك ده دي في عشرين اربعة وعشرين بتوازن تدي زوجتك حقها وولادك حقهم وابوك ومك حقهم واخواتك وارحامك حقهم والشغل حقه ونفسك وصحتك وجسمك حقه وعقلك ومخك حقه وقابل كل دول تأدي حق ربنا اللي ربنا قال لا ارحمه حتى ينظر في حقي عليه حق ربنا الاول اولى الحقوق حق الله هو ده العدل بقى قال الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصد بالقصد هو القصد هو بقى اللي ربنا بيحبه اللي ربنا بيحب المقصدين يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا طلع الاية دي في صورة النساء ورجعها تاني مرة واثنين وثلاثة وعشرين واكتبها وعلقها على مراية التسريحة عشان كل ما تبص تبص عليها علقها على باب الشقة حطها تحت الازاز على مكتبك كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على انفسكم احكم على نفسك بالعدل قد ايه عارف القضية دي من القضايا الخطيرة جدا ام الله ام ربنا بيحب المقصدين ليه مثلا فلوسي ربنا له حق فيها وابويا وامي لهم حق في فلوسي وولادي وزوجتي لهم حق في فلوسي وواواواوا انت مش عارف رزقك ده اللي ربنا سقولك الفلوس دي رزق مين رزق مين ربنا ساؤليك ساؤليهم عن طريقك شو بقى القصد يعمل فيك ايه ان الله يحب المقصدين انت منهم عشان ربنا يحبك تمانية ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين وتواب صيغة مبلغة مش تائب تواب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم مئة مرة في رواية سبعين مرة سيدنا النبي محمد رسول الله المعصوم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سيد ولد آدم اول من يحرك حلق الجنة الشافع الشفيع المشفع يقول الصحابة رضوان الله عليهم كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اكثر من سبعين مرة رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور وفي رواية انك انت التواب الرحيم هو قاعد مع الصحابة كده بيتكلموا مع بعض بيحدسهم بيبلغهم القرآن بيأمرهم وينهاهم بيعلمهم الاسلام اكتر من سبعين مرة في وسط الكلام يقول رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم السؤال ايها الحبيب بتستغفر كم مرة في اليوم ما الرسول بيقول انه هو بيستغفر مئة مرة ويتوب مئة مرة وفي كل مجلس سبعين مرة على الاقل سيدنا النبي بيعمل له يجي ألف مرة في اليوم انت بتتوب الى الله كم مرة في اليوم عشان تتحب سيدنا شعيب عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يذكر عن سيدنا شعيب يقول لقوموا ايه واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود ودود الله يقول لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون الاستغفار والتوبة دي حاجة عظيمة جدا اجعلها لا تفارق لسانك سيدنا لقمان يقول لابنه يا بني عود لسانك رب اغفر لي فان لله ساعات لا يرد فيها سائلا عارف بعضنا بيبقى لو عادة عادات كده على لسانه لازمة يعني يجي يقوم يقول يا مساه او يقول مش عارف يقول ايه بس انت عود نفسك انما تيجي تقوم كده يا رب اغفر لي تقعد يا رب اغفر لي يا رب تيجي ترقد يا رب اغفر لي تيجي تقوم اتعود عليها دي وعود لسانك عليها انها تبقى لازمة على لسانك بصفة مستمرة التوبة عشان تتحب عشان ربنا يحبك ان الله يحب التوابين تواب انك انت تتوب بصفة مستمرة بصفة دائمة ما تسبش نفسك لحظة من غير توبة تبقى على طول تواب ولما حد يقول لي اتوب من ايه انا مليه زنوب اقول له دي اكبر زنوبك انك تشوف انك مليكش زنوب حدش مليه زنوب كله بني ادم اخطأ حدش مليه اخطأ واللي بيقول مليه زنوب ابقى ذنبه الغرور والكبر والعجب ورؤية النفس ودي اكبر من الزنة والساركة وشرب القمر ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والتأكيد هنا يعني ربنا مش قال ان الله يحب التوابين والمتطهرين لا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يبقى كل حاجة الوحدة يحب التوابين ويحب المتطهرين تأكيد على ان المتطهرين دول حاجة غير التوابين هو الطهارة برضو يدخل فيها التوبة الطهارة من الزنوب لكن المتطهرين بقى قضية الطهارة قضية الانسان الطاهر الطاهر الطهارة يا جماعة معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شاطر الايمان نصف الايمان شاطر الايمان الطهارة دي معنى وإحساس عالي جدا لما قلتلك اعتمد مبدأ كأن كأنك ترى الله لما ربنا ينظر لك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم تفتكر لما ربنا بينظر لقلبك يجد قلبك طاهرا لما ربنا جل جلاله ينظر إلى عقلك يجد عقلك طاهرا لما ربنا ينظر إلى بطنك يجد طعامك طاهرا يترى أنت إنسان طاهر متطاهر عشان تتحب لسانك وكلامك كلام طاهر وإذنك طهرا لا تسمع خبث إيذك طهرا لم تمد إلى حرام ولا إلى أذى الطهارة ده معنى ضخم جدا كمير جدا وسع جدا شامل جدا ربنا بيحب الطاهرين المتطاهرين إن دايما بيتطهر ده احنا بنتكلم بقى في الطهارة نوعين طهارة حسية وطهارة معنوية طهارة الحسية بقى اللي الناس كتير بتفرط في مسألة البول البول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من البول الناس اللي ما بتتطهرش من البول طهارة كويسة طهارة تامة ما بقول لكش وصل لدرجة الوسوسة لكن الطهر الطهر طهارة جيدة الطهارة الحسية من البول والبراز طهر طهارة الحسية في الوضوء وفي الغسل طهر طهارة حسية في بعد كل ملامسة نجاسة أو شيء مش طهر طهارة النظافة من أسماء الله عز وجل القدوس قالوا الطهر في معناها فلذلك يجب عليك أنك تهتم جداً وقضية الطهارة دي طهارة الحسية طهارة السوب طهارة البدن طهارة البقعة المكان اللي انت قاعد فيه وتقيم فيه وتصلي فيه وتعمل فيه عبادتك أو اللي قاعد فيه قاء والطهارة المعنوية بقى طهارة القلب طهارة اللسان طهارة الأذن طهارة الفكر والفهم طهارة الاعتقاد من الشرك والشك وغيره كنت لسه بقرأ حاجة طريفة جدا ان امرأة من من العجائز المسلمين مر عليها احد العلماء الرازي الفخر الرازي وراه طلبة العلم بيجر وراه فقالت ايه ده مين ده قالوا ده عالم من العلماء عنده الف دليل على وجود الله قالت وربنا محتاج الف دليل على وجوده ده هو عنده الف شك فاوجد لهم الف دليل وإلا الذي لا يشك لا يحتاج الى دليل شوالست العامية ببساطة جدا قالت انا ما عنديش أديل على وجود الله ربنا وجود هو هو على كل شيء دليل زي ما قال شيخ الإسلام تايميه كيف أقيموا دليلا على من هو على كل شيء دليل ده الدليل على وجود الشمس والأمر ان ربنا قال عليهم الدليل على وجود سماوات سبعة ما شفتهمش ان ربنا قال ان فيه سماوات سبعة وفيه أراضين سبعة فهو على كل شيء دليل انا مش محتاج اقريم على الله دليل دي طهارة الفكر في معرفة الله أحبكم في الله والسلام عليكم من الحياة اشتركوا في القناة